بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنبدأ شابتر جديد وبيتكلم على Riveted Joints ال Riveted Joints هنتكلم فيها على Rivet ايه هو مصمار البرشام Riveted Joints طبعا هي وصلات البرشام وبتصنف على ان هي احد انواع الوصلات الدائمة اي الغير قابلة للفك بعد كده هنتكلم على ال Methods of Riveting أو انواع أو طريقة عملية البرشام ثم ال Rivet Material أو الخامة أو المواد اللي بيصنع منها Rivet أو مصمار البرشام ثم Types of Rivet Head أنواع الرؤوس لمسامير البرشام Types of Riveted Joints أنواع وصلات البرشام Terms used in Riveted Joints المصطلحات المستخدمة في وصلات البرشام ثم نتعرض بعد ذلك إلى Failure of Riveted Joints أو الانهيار في وصلات البرشام وال Stresses اللي وقع على الوصلات ومن ثم أخيرا هنتكلم على Efficiency of Riveted Joints أو كفاءة وصلات البرشام بداية بنتكلم على ال Rivet إيه هو ال Rivet؟ بنقول إنه The Rivet is a short cylindrical part with a head integral to it مع رأس متكاملة يعني جزء سطواني مع رأس متكاملة معه اللي هو بيبين لي الجزء ده ده ال Head أو الرأس The cylindrical portion of the rivet is called shank or body اللي هو الجزء ده ده اللي بنسميه الشانك أو البادي أو جسم المصمار The lower part of shank is known as tail الجزء السفلي ده اللي هو بنسميه التيل أو الذيل Method of Riveting إزاي بتتم عملية البرشام؟ أول خطوة عندي The plates are drilled to four holes يبقى البلادس اللي أنا عايز أعمل لها بالشام البلاد ده والبلاد ده ده رقم واحد ده رقم اتنين بعمل لهم هول هنا أو ثقب فتحة كده تجمع ما بين اللي اتنين عشان طبعا أنفذ منها مصمار البرشام The diameter of the hole is slightly larger than the rivet الثقب هنا لو لاحزنا هنا طبعا في خلوص ما بين اللي اتنين في خلوص ما بين مصمار القطرة مصمار البرشام والثقب اللي بيدخل فيه مصمار البرشام The shank is expanded to fill the hole and the tail formed the another head Formed to be another head يعني معنى كده انه بعد ما انفذ مصمار البرشام بسند هنا مثلا على جزء زي الداي كده وعلى الجزء التاني بجيب الداي ديت بحيث انها تشكل رأس اخرى لمصمار البرشام مع طبعا وجود ضغط او طرقات بحيث انها تتم عملية التشكل بالتالي الشانك او البادي هنا كان فيه خلوص بينه وبين الثقب لكن هنا ملا حصل امتلاء كامل وصار قطر البرشام قطر مصمار البرشام هو نفسه قطر الثقب وتم تشكيل الرأس من الناحية الاخرى يبقى كده ده before riveting قبل عملية البرشام وهنا after riveting وبكده تكون تمت عملية البرشام نكتفي بهذا القدر ونلتقي معكم في الدرس القادم ان شاء الله